من قلمتك عن ضغوط الامارات اللي حصلت عشان اسرائيلي العالقين عودة الصهينة لتل ابيب نهاردة الامارات بشكل رسمي انزلت اول تيارة ليها في مطار بن جوريوم بتل ابيب ما انت كل ما تتغلب هنا تروح تقلح هناك تعمل ايه امر الله تعمل ايه ما هقول لي اللي بيحصل ده كل ما تفقد حتة هنا تفقد قطعة ملابس هناك فالنهاردة نزلت الطيارة مطار بن جوريوم بتل ابيب بحجة انها ترسل مساعدات لفلسطين فلسطين اللي اتفجأت زيها زينا بالموضوع بطيارة الشحن الاماراتية في الاراضي العربية المحتلة مطار بن جوريوم اتفجأت زيها زينا بالموضوع بطيارة الشحن الاماراتية في الاراضي العربية المحتلة Z's هل الطيارة هدفها فقط إرسال مساعدات ولا لها نواية أخرى؟ النواية أنا ما نعرفهاش لكن الرئيس الطيارة الإمارات مش هنخش في النواية الدعيب قالك العالم بيتغير يعني العالم بيتغير يا جماعة واحد من أجلاتك واحد من أجلاتك في الأولى أجلت إلى بانغوريان في تل أفيف إنه مجموناتك لأجلاتك تلقلوا بيتغير وليس بشكل مجموناتك وإنه يتظهروا بيئاتك وإنه يمكنك العودة إلى إسرائي وإنه مستخدمين هذا يتعامل مجموناتك حتى تلقلوا بيئاتك إذا أرحبتك أن تنحظوا بيئاتك إنه ألقاء بيئاتك في تلقلوا بيتغير وكما نعم نعم تلقلوا بيئاتك أي ضرورة المجال للشخص والمجال أحد من أطلالك تحصل على الأولاد أكيد هناك غلط حصل أكيد تتحصل حاجة لازم نعتذر للناس ده ده رئيس الهاران للتحاد يا جماعة ده ده رئيس الهاران للتحاد بجد ده إماراتي يا ابني أنت مش عالف الإمارات مئة خمسين ألف سنة يعني فيها عراق كتيرة جدا ده عرق إماراتي لا إماراتي جيش الاحتلال احتفل بهذا المشهد بشكل كبير جدا بالسجاة زي ما احتفل نتنياهو بالسجاة لما قالك ده خطوة كبيرة وكده هنعدل الاقتصاد على قفة الشعب المصري وكده احتفل بأول طيارة إماراتية رسميا تنزل مش أول طيارة تنزل يا جماعة عشان نبقى من الفرق إسرائيل في الخليج ده موقع جديد رسمي إسرائيل في بيتهم مفاهد حياة الفاهد ده مقره في بيت حياة الفاهد لأول مرة هبطت في إسرائيل طيارة شحن تابعة شركة طيارات الاتحاد في رحلة مباشرة من أبو ظابي وعلى متنها مساعدات إنسانية للتعاطي مع وباء كورونا للفلسطينيين من خلال أول المتحدة وبتنسيق مع إسرائيل نأمل أن تكون الرحلة فتحت خير مباشرة بتتشير رحلات تحمل سياحا إلى إسرائيل قالت كاتبة نبو الطائرة تابعة كاتبة صهيونية لطيران شركة الاتحاد الرسمية الأول مرة في إسرائيل يعتبر مؤشرا على دف العلاقات القائمة بين الدين لأبيب وأبو ظابي لا الدف اللي احنا عارفينه من زمان مبعوث جيش الاحتلال في الأمم المتحدة احتفل أيضا بهذا المشاهد كلهم احتفلوا وجابوا طرطة بس بعد الفطار مراعاة اللي مشاعر المسلمين هبطت طيارة شحن التابعة لطيران الاتحاد في مطار بن جوريون نعمل أن نرى قريبا رحلات طياران ركاب أيضا بعد زيارتي أعرف أن الإمارات مكان رائع جدا وأنا أشهد وأتطلع على موصل التحسين للعلاقات بين دولنا هل النواية مساعدات فعلا؟ هل دي فعلا؟ يعني انتقال ما أنت بص قلت لك كل ما تتغلب كل ما تتهزم في حاجة فتجد مين؟ كل دول مرتكنين لمين؟ يلاقوا مين الحضن الحنين؟ لازم تروح تتنزل لمين لتبقى وتستمر للصهاينة؟ زعمقنا لأنهم نبعين من أرض الوطن معبرين عن الوطن بس بيرتكنوا لأعداء الوطن هتقول لي إزاي؟ هقولك هي ماشية كده بقالها كتير والله بس انت اللي كلنا ما كناش واخدين بنا أو عاملين نفسينا مش واخدين بنا أو عاملين نفسينا نايمين تطبيع علني بداية تطبيع علني والمساعدات استخدام حكاية المساعدات عشان محدش بس من نفس فكرة قوع تعترض للشنطة فيها كتاب دين عارفها؟ اللي كانت طريقة يضرب الوطن بعدين يجي يضرب قول له خد بالك وانت فيها كتاب دين الأيام القادمة الأيام القادمة ستكشف الحقيقة إذا كانت الحقيقة تحتاج لكشف